بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا اليوم راح نتكلم عن نقطة مهمة جدا في النظريات الترجمة أنا أقول two different languages use different structure to perform certain speech act هنا هاي ملاحظة مهمة هنا أنه اختلاف اللغات قد يؤدي إلى استخدام تراكيب لطلب شيء معين تراكيب مختلفة لطلب معين يعني بمعنى كل لغة تستخدم نظام خاص بها لطلب شيء معين على سبيل المثال يعني بمعنى الآن يمكن هذه المعلومة تعرفونها واللي ما يعرفها ممكن يستفاد معها الآن للي ما يعرف للي ما يعرف يا أخوان هل تعلم أن اللغة العربية تستخدم فعل الأمر لطلب شيء معين ولكن في اللغة الإنجليزية لا تستخدم فعل الأمر لطلب شيء معين يعني إذا أنت تريد تروح على يعني سيبر ماركت أو يعني فتريد تشتري حاجة في العادة باللغة الإنجليزية ما نقول give me أو put me لأن هاي تعتبر impolite وخصوصا يعني لما لما الأستاذ يريد يطرد شخص يقول له get out of here يعني أطلع برا بمعنى هاي بمعنى الإهانة فحتى الفعل الأمر من يستخدمونه بمعنى الإهانة يعني وحسب الجملة وحسب السياء يعني دائما اللغة الإنجليزية من تريد تطلب فتشي دائما يستخدمونه على صيغة سؤال أما باللغة العربية فما نستخدم صيغة السؤال لطلب شيء معين إحنا نستخدم السؤال لطلب المعرفة وليس لطلب فعل شيء معين فعلى سبيل المثال الآن على سبيل المثال في هذه الجملة I have two kilos of sugar هذه الجملة بالإنجليزي معناها هل أستطيع الحصول على كيلوين من السكر هذه بالإنجليزي الآن من أريد الترجمها للعربي لازم أقول أريد كيلوين من السكر أو أعطني كيلوين من السكر استخدمنا فعل الأمر واستخدمنا جملة خبرية لطلب شيء معين الآن أريد كيلوين من السكر هاي جملة خبرية وأعطني كيلوين من السكر هذه جملة أمرية استخدمناهم لطلب هاي باللغة العربية ولكن باللغة الإنجليزية ما يصير أقول give me two kilos of sugar غلط هاي بالإنجليز ما كوتشي اللغة الإنجليزية تستخدم فعل الأمر تستخدم عفوا السؤال لطلب شيء معين وهذا يعتبر من نوع التأديب يعني بنظامهم أما باللغة العربية إذا باللغة العربية الفصحة لو سألنا الشخص فصيح مثلا هل أستطيع الحصول على كيلوين من السكر حيقول لي نعم ما رح يحطلي ما رح يحطلي تكلبا من السكر ليش لا ما قلت لحطلي أنا سألته هل أستطيع قال لي نعم تستطيع فهذا هو هذه الفكرة جدا مهمة نركز عليها